مساء الخير مساء البركات مساء الخير مساء البركات تحية نضالية عالية خالصة للأحرار والحرائر الشرفاء والشريحة نعزكم ونحبكم في الله ونحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن إخواني الأعزاء القدامة والجدود منتسبين لهذه القناة فضلا وليس أمرا بارتجوا هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعمل فائدة كثير من جيب إعجاب لايكات والضغط على الجرس حتى يصلكم كل جديد در ثلاثة الفيديوات كتغذي الخرج ولكن أرى أطار انتباهي بعض الأمور لقد لا تصبوا في مصلحة البعض تتعرفون من خلال هذه القناة المتواضعة نتقاسم معكم كل ما هو واقعي حقيقي ماشي من نجح الخيال ولدينا ما يفيد ونقارع الحجة بالحجة نفضع نكشف نعري نسوفح لنهم الكهل حتى يعلم الجميع الحقيقة وكل من خصا من يهمهم الأمر وفعلا من يهمهم الأمر يتوصلون ويصلهم كل ما نقوله إلى آخره ويقومون بتحليله وذيره إلى آخره ويتخذون القرار الصائب إذن من جانبنا نحن لا بدأ أن ننبيها بعض الإخوان خصا ما يروجوا خلاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض الإخوان اللي تصلوا بنا وتنبقوا وتنقشوا معهم وقال لي خاص كتير هذا الانتباه جال هذة الفئة جال بعض الأمور أولا اللي تنشوف أنا الآن أنا شاكيب بالموسى غادي في السكر الصحيح الآن يعني رشته أول واحد يعني الفيديو الأول بقي هذك السعقة ما تحقق لمدة ذاك هذك شيك تندير ليتانا محسب ذاك من يعني الخبر اليقين ديال ديال التنحي ديال الكاتب العام اللي تقول وزير مقدر يحيده تجاوه الآن توفق بإذن الله بعد حيد لأن الآن غدا تبدأ الأمور يعني يقوم بالتصفية التاركة ديالها يقول لها وتبقى لنا الكفاءات وتبقى الجودة واللي عنده الحكامة واللي عنده حسن التدبير إذن الخبراء في التدبير وفي الحكامة وحسب الأولوية إلى آخره هما اللي غادي يكونوا إن شاء الله يشدوا يعني المناصب الحساسة اللي هي تتركز عليها يعني النهوض والبناء ديال المنظومة التعليمية وإخراج وتنزيل المشاريع ديال الرؤية الستراتيجية وأيضا تنزيل خارطة الطريق ديال البنموسى اللي غادي ينجون هذروا عليها تأيام لأن نشدنا أن البعض تقول لك خارطة الطريق ديال البنموسى فيها يعني ما فيها من مشاكل بنياوية أو أذك ما فيها لبنياوية ولا هم يحزنون لا بنواوية ولا هم يحزنون وفيها غير أنه فوت على الأحزاب والنقابات هذو كلب بوصل اللي كانوا الفينت الدخلوتي يعينوا فيهم الآن ملغة تبدأ التصفية وتبدأ التصفية كل واحد يتحسز ذاك هره ولا تدير إذن أبعد النقابات والأحزاب على هذه التعيينات الحساسة بحدي المدير الأكاديميات المديرين المديريات المصالح إلى آخرين في حين أن بعض الوزارات واللحدة بشي تبعيدة اللي من العالي رشته شكون نعين شكون نعينو تعين تعين دول القربة أولى اللي بيعينو فيديو لهم يعيطوا عليه ديولهم الحزب لأنها تي خلصوا يصبق يرضي الحزب واللول والنقابات إلى آخره الآن من التلشوفوا الترنيحة إلى آخره أعرف رغم مناصب قلت لكم 60 سنة قد تكرار ضربها على المناصب وعلى هذا الشيء إذن هذة الأصلاحات اللي بدأت يقوم بها بعد الهيكلية داخل يعني الوزارة وفي المديريات وفي الأكاديميات وفي المصالح الإدارية إن شاء الله تهي دي الموارد البشرية وفي النزاعات وقلش إن شاء الله اللي مبغش اللي داك حسب الكوفاء أو حسب الخبرة الخبراء أبغي نحن ركينين طاهم الله تولي المسؤولية يكونوا الناس اللي عندهم يعني بون جيستيون تكون عندهم الجيستيون تكون عندهم الكفاءة وحسن التدبير والحكامة على الدكتورة الخبيرة اللي تعيدت في الأكاديمي دي الأكادير خبيرة في التدبير والحكامة وملمة وهذه اللي كانت أنا قبل رانسيقين الخبار شهار منك كانت منك الوزير المنتدى الذي كان دار لنا الصحاب هنا كانت جات هي وكانت يجدوا في في الوزارة باب الرواح وكتن شوفهم تنمشي دائما تم واحد تنقلس بالأسبوع تنتظر الوزير الذي يأتي ولا يأتي تضع هاته يجدوا للمية وعشرين تضاع تجي مع الصفح عشية يقولوا ليرا عندك بروغرام في شيء تخليه يجلس قابل دي كانت هي اللي كانت مرشحة الحمد لله الآن الأمور غاد يتمشي مزيان قلست تقد في داك الشوائب تحيد يعني ديقاجي لتيرا باش يحط لسيبار يكون مزياني مزيان هاته يقول لك خارط طارق بل خارط طارق تقول دعمي سيجدوا لكم بالزولة داك والتكلفات هم أولا تكلفات يحزانون مزياني 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 خلق مناصب 580 أكبر جهة هي اسفي هي جهة مراكش اكاديمية جهة مراكش اسفي هي التي مزياني 250 و تتباع غباط 125 إلى أكاديمية الآخرين إذا مزيان خلق دي بوست للإخوان لا يستطيع تحويلات مناصب ومن بعد لا يستطيع تغيير الإطار إحداث مناصب مزيانة يتوظفون الناس كانوا مزياني بالنسبة للخصص هذه 250 زيادة سوف يفرق ها والمناصب ثاني سد عليهم أستاذ بن موسى لم يكن لديك كفاءة الدوز لم يكن لديك أول مرة والمديرين لم يكن لديك تدوز وصير تبارك تبارك لم يكن لديك لا تتعين تابع الحزب لذلك إذا هذه من بين الأسباب والمسببات ل تشنجات في بعض النقابات والأعزاب زائد أن هناك إصلاح أنظمة تقاعدها متهم وما ذلك قانون تنظيم الإضراب قانون قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل ومضايقات كانوا بغين تعديل بعض البنود في قانون تنظيم الإضراب إلى آخر لأن تقول ضيق الحوريات ولكن هذا الشغل ستغيز وما تنسوا من كنت نقول لكم المذكرات ستنزل كانوا تقديرين إضرار ذلك الخطرة ما قلت لكم قلت لكم أنتظروا المذكرات ستبدأ وتنزلوا وبحال اشتاء لأن هذا الشغل كنا نرى خاص أمور خرجات على ذلك خاصة خاصة ترجع للنصاب إذن المذكرات التي تترتكز على ثلاثات المراجعة أمي ومراجعة قانونية من هنا ننبي الإخوان خاصة التي كانت ناقشة هذه القادية التي تتركها عن المسك النقاط في مسار أو تسليم النقاط لا شيء من حقك هذه كرة تسمى الإخلال بالالتزامات لا شيء من حقك تقوم بالإضراب وتحمل المسؤولية لا شيء من حقك تمتنى أنك لا تعطيش النقاط أو لا تدخل النقاط يعني الأشياء التي تدخل تدخل يعني في المهام تسمى الإخلال بالالتزامات و بالمهام وبالتالي يدعو لك استفسار وهذا الاستفسار الإجابة عن الاستفسار أنت يدعو لك الاستفسار تجوب عليه هذا الصنات القانونية ولده عمي من نشتي بدأوا يقادوا فيك كما كان حلوا من الفاس بالتدرج فالعقوبة التأذيبية هي قد تكون بالتدرج يدعو لك استفسار ويعاود بشوية بشوية يجي يكتو به خلتنين به من بعد يبقوا وغادين معك بالتدرج يلوحوا تعاود ثاني يطلعوا معك ثاني درجة أخرى يبقوا للمجلس التأذيبي يوصلوا معك ويبقوا وغادين معك درجة بدرجة لان هذه العقوبات سوف نقوم بذلك في هذا الشيء يكون مطول لان احنا تزداء من من مجلس التأذيبية هذه الحرب التي كانت نحن نعرف كيف نقوم بذلك بساكن باقيين جداد لا أعرف كيف سوف نقوم بذلك لماذا 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 اعطوا الصوم غالي كبار خمسا لاب درجة لسبعة لاب درجة شهرين سورسي كيف سوف نقوم بذلك يعني تعاود تشد هذه الساعة تنفد عليك تشد دوزها بعد اللي يأتي يا درمعك تدوز بعدها ليه مثلا في المسائل الأخرتين في الميلف الجاوج ديرك اللي كان عنده شهرين سورسي يعني في حالة العطيقها للعود وتم العطيقها لديه وتمشي بعدها يدوز هاديك ويلا لو لنتمشي يدوزها تنفد وليه ليه يجي شوفتاني التكييف داك شي اللي غا يدير تكييف ديال دا الإنسان عرف ما يدير بالنسبة لأطور الأكاديميات أننا نقول لكم مسائل مع دلاء أننا قوي لجمال بالعكس عندنا الناد نتحنا أطور الأكاديميات إلى آخره وأصدقائنا وكنا في التعليم الخصوصي مساكن كانوا تحارثوا عليهم هابي الجوش للفرانك وما فرحوا النهار لدخل التعليم يعني ميني كان بالعقدة وفرحوا به من 2016 ومن توضيف موشري إلى آخره الإنسان يجب أن يضرب القيس ويحسب ويعبر المسائل دياله ويعبر المسائل دياله ويعبر المسائل دياله أنهم طبيعون بمسائل الوطن والطبيعون يجب أن أغرموا معه مؤشرين والطبيعون أو إخلال الأمريكي ومسائل الدين ومن الوطن والأفضل والطبيعون الأمريكي ويبقى ومدعوا الأمريكي هنا اضطر علينا هذا المسائل اللي كنا ندعم. وهو اللي اضطر علينا هذا المسائل اللي ديال. ولكن احنا كانت عندناها حاجة اخرى. مثل حاجة اخرى. اعطوك مثلا شي بوست عسوفي ما كش تنذير معهم قانون وتنعرف ما كيفاش نوصل معهم مرة 8 شهر هنا قائلس ما قائلس قائلس قائل ما مسوقهم قائل خرجت بحالتي. وعود رجعت ودخلت ورجعت بالقانون. ما مسائل. بلا سرتافئة بلا يديك بلا يخليك. لكن نعرف كيفاش نخدمه. هادم ساكن باقي ما عارفينش. وغضقها متبعة متبعة متبعة. التوظيف الجيهوي هو اللي كهين. خرار استراتيجي مسألة لا تناقعش. الايد مجتمة تقولوا لانتيرقراسيو. اتراه يرسمك بالاتيرقراسيو. خاصوا موما يتدبروا الرسم القانون ديالهم توظيف الجيهوي. تقولوا رباقة الجيهوي المتقدمة. قال لك في رأيتها ما ينزلوا. الجيهوي المتقدمة. رباقة ما ينزلوش. خاصة تنزل من 700 ألف سنة. هذا التوظيف الجيهوي يدد قانونيا. هو اللي سيكون مستقبالا. الوظيفة ما بقيتش. وهو ما تصلحوا تقاعدت تقول يا الوظيفة. اذا الاخوان يعني هذا الشي ديال داك عرضوا البال. سان ما يمتنعش له واحد الهاجة تيعرف الشي دير. ديناء اخلال بالتزامات ديالوك وكاين فصول قانونية ويتبقوا معاك المساطر القانونية الجارية بالعمل. لأنه بمجرد تتجاوبهم تشدوك بهذا الاسترسال. وهذا السعي يورك القوانين الجارية بالعمل. وتولوا في مشاكل. الاضراب حقهم مشروع. ولكن هناك شي حاجة اخرى. اللي ما عندكش الحق تديرها. وكاين المراجع القانونية ديالها. رتيشيرون لكم فيها من اتصاف تلك سليمسار. مراجع. راتات المراجع القانونية اللي اللي مستندين عليها. احنا رشفناها. هذا الشي اللي بغينا ننبهو الاخوان وصافي. الحرقة ديالنا ليكم وصافي. إسان ما يغامر. فقط. طلبهم الله السلام والعافية. اما بالنسبة بالنسبة ل قلنا التوظيف الجاورة هو اللي يكين. لأن التسمية يعني الترسيم مرة تكون باش. تكون ايما بالتسمية أو بالإدماج. ثم تتطلبه ديال من بالإدماج. هو اللي سيكون. ويكون التوظيف جاوي ورقم مالي ممركز. والمنصب المالي سيحدثه في المؤسسة العمومية اللي هي لاكاديم. وذلك الشي اللي سيسرع لاخره سيسرع لكم. وهذا الشي اللي سيكون من هنا القدام. هذا الشي اللي سيكون من هنا القدام إن شاء الله. ما جي ستين ديسيزيون من صندوق النقد الدولي. أوه سياسة ديال الدولة. أوه مهرم. امتهية منذ سبعمائة ألف سنة. طلبهم الله السلام والعافية. إذا باش منطولوش عليكم. ربما قاعد الشي اللي قلنا. باش منكتروش. وبالنسبة لها دوك اللي خارج انت يقول لك بأن. ما كهل لها دا. خارطة الطاريق كل شي توافق عليها. بنبوس توافق عليها. خارطة الطاريق قول دامرة دازت في. تم المصادق عليها وافقة في المجلس الحكومي قا. هذه خارطة الطاريق. وراء جيبها غير من 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 القانون الإطار. واحدة خمسين سبعة عشر. ومن المشاريع اثنين وثلاثين للرؤية الاستراتيجية. ومن المراجع اللي في نموذج التنمو الجديد. يجي واحد بيقول لي بنياوي ما بنياوي مذاك. وتيجو تدر واحد تضليت يقول لي كالي مراقي غام مرة واحدة. وراء احنا اللي مراقيين غام مرة واحدة. وضبنا بتهمت قاعد نبتس عجلتم انا. اللي مراقي مرة واحدة راء غادي اعطوه درجة جديدة. والا درجة ممتازة او درجة استثنائية. حسب الفئ الهتبير. اما هذوق اللي تتهضر عليهم التاق دي الخارجس السلام. راء اللي مراقي ثلاثة مرات ما عندش الحق. اللي مراقي جوجك تتقولي غام مرة. ولي مراقي مرة هو اللي عنده الحق. اللي مراقي مرة هو اللي عنده الحق. اللي مراقي كتار منجج مرات. انت رقلتها بعض من الانساني ما تجيش بدوت اوله مرقي مرة واحدة تجيو تقول لي رأس 19 سنة هو تنتظر في 11 انتظر في 11 700 ألف سنة لك كان مرقي ثلاثة المرات ما غدا يتسال تحاجة اصلا اللي تتسال درجة جديدة او درجة ممتازة او درجة الاستثنائية هو اللي مرقي مرة واحدة او اثنين فقط واحدة اتدرجة جديدة اللي في اتفاق 26 أبريل دي متتحجوه به هذيك الدرجة جديدة تخخص كان هذيك سعر نظان الاساسي غادي تنزل في 2014 ولكن الفلوس ضربوها 4300 مليار ضربوها وما نجحوش هذيك الاصلاح دي التعليم ومشاهد الفلوس وما تطلح لا تعليم لهمك حل وبالتالي ما نزلوه النظان الاساسي في 2014 هذيك سعر نقدر درجة جديدة لانه توظيف غا يولي بالاجازة ويتتخرجوا بالعاشر امتدائي في غال 11 غادي يعطوهم درجة ممتازة او درجة الجديدة او يسموها كما بغاو للمسار المهاني ديالو تتوقف في الدرجة اوريشيل غادي يزيدوه درجة استثنائية المسار المهاني ديالو تتوقف في خارج السلال غادي يزيدوه درجة استثنائية غادي تتوظف بمثلا انت توظف بالحضاش بالحضاش عنده الدرجة المنتزة والدرجة الاستثنائية وهم را عارف ناشي ديروه كل شيء دال ونقبت كل شيء ما معارفه وكل شيء داك شوتي بدو تدير الخاوية في العامة قالوا الناس يخدموا باركة من تشهليم يا الله تبارك الله عليكم نشوفكم فيديو آخر وما سأرى قلنا فيديو سابق منتصف الشهر غادي يكون الحوار اجتماعي واللي غادي يطالق ولو دركت يديرو المساواة صناديق تقاعد بخارج السلال الله كبار ثم تشدوه ارسين والناس يجي فيهم معسيطة صحيب ديال المعاشات والهم كل شيء المعسيطة يجي فيهم مقابل تتشد ليا خارج السلال خارج السلال لو كان عندك الحق رغت شدوه ما عندكش خارج ما عندكش خارج ما ترابطوش لينا زيدي بإصلاح أنظمة الطاقة يعود مشيشي واحدة عادي مشيشي ستاب ديو يزيدو في حالاتهم واللاخرين اللي جيين من القدام قو يدفعو في تيمان إذن من هنا أقرر أن الإضراب حقهم مشروع ولكن من وجهة نظري أن الإمتنى عن مسك النقات ولا يعني التسليم ديالها إلى آخره فهذه كانت نشوفها بأنهم رأى وفقا ذكش اللي شت المراجع اللي مديور فهذه اللي صيفتو النقرة غادي تخدع المساطر قانونية وإجراءات قانونية أنت في غينة عنها ومساطر وما رغي ديروا لكم بالتدرج في قدر يوصلكم لشي حاجة اللي ما غا تبغيهش للعدو كما تنقوله يالله تبارك الله عليكم نشوفكم في فيديو آخر نكونوا مع درجة نغر الان بروفيست ومن بعد ندير معكم شي فيديو يكون توضيحي أكتر يالله أحياني داريوم تستطيع تبارتج على نتاب الموسيح لا تعمل في أي تكتر من جميع إجاب الليكات والضغط على الجرس حتى يسلكم كل جديد وما كان جديد وما فاكيد